بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبال برقية تهنئة إلى قدسة البابا توادرس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيدة وخلال التهنئة أعرب رئيس مجلس النواب عن احترامه وتقديره لقامة مصرية وطنية مثل البابا توادرس مشيدا بمواقفه المنحاذة دائما لصالح الدولة المصرية وتعزيز وحدة النسيج الوطنية الذي يعتبر من التوابط المصرية الراصخة ويجعل من بلادنا نموذجا فريدا في تعايش وتسامح وتراحب